لماذا عندما نقوم بتعريف متغير جديد لن نستطيع استخدامه في كافة التطبيق ما هو السكوب وما هو النطاق الخاص بالمتغير ومتى ينتهي المتغير ويتم حذفه من الذاكرة هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الدرس بعد الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس سلسلة تعلم البرمجة للمبتدئين كليا بواسطة السي شارب السلام عليكم في درس اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن النطاقات السكوب وكيف أنها مهمة وذكرنا سابقا أننا سنقوم بشرحها مستقبلا بشكل مكثف عندنا الآن برنامج Visual Studio 2019 Community وهو مجاني كما ذكرنا سابقا بإمكاننا العمل مشروع جديد من خلال Create a New Project وسنقوم هنا باختيار الكنسول App وسنقوم مباشرة بعدها بالفهاب إلى Next وكتابة اسم مشروع ونجعله Understanding Scope كل معتاد سيفتح لنا ناكدة رئيسية للكود لتكبير الخط سنقوم بعمل هنا 200-200 أو كمثلا 250 الشيء الذي نريد التجيز عليه أو إيصاله أنه عندما نقوم بتعريف متغير جديد فإنه سيكون متاح حصرا في القطع البرمجية الموجود فيها أو كل قطع البرمجية الداخلة نحن متكلمنا سابقا أن هذه تعتبر قطع برمجية بمجرد أن نقوم أن هناك مثلا بداية قوس أو نهاية قوس هذه تعتبر قطع برمجية إذن هذه كلها قطع برمجية هذه كلها قطع برمجية هذه كلها قطع برمجية لاحظوا أن هذه القطعة البرمجية الكاملة في الداخل قطعتين أخرتين تمام سنقوم الآن بعمل حلقة for loop مثلا لعشرة ونقول هنا في النهاية console.readline للإقاف وهنا سنقوم بعملية طباعة المتغير i إذا قمنا بتنفيذ المشروع سنرى أنه قام بطباعة العداد من 0 إلى 9 كما هو المعتاد لاحظوا أننا هنا إذا قمنا بكتابة أو بأخذ هذه الجملة وأخبرناه أن يقوم بطباعة هذا المتغير هنا في هذه المنطقة مباشرة سيظهر عندي في قائمة الأخطاء أن هناك خطأ تحت المتغير i والخطأ يقول بما أنه يقول لك أن هذا المتغير لا يمكن تعرف عليه في هذه المنطقة لماذا؟ لأن الـ i هو حصرا لهذه القطعة البرمجية وطالما أني قمت باستدعائه خارج القطعة البرمجية فهو فعليا غير موجود ولن يتم التعامل معه سنقوم بعمل كومنت لهذه الجملة كونها خاطئة وسنقوم بعمل متغير جديد هنا اسمه اسمه j متغير جديد وفي الداخل سنقوم بأخذ هذه وهنا سنأخذ هذه الجملة ونقوم بطباعتها للمتغير إذا قمنا بأخذنا أيضا لكي نفرق بينهما هنا مثلا جي تساوي هكذا لاحظ أنه أخبرني أو أعطاني أنه جي في النهاية تحصل أو حاصل على الرقم أو القيمة تسعة إذن لاحظوا أني هنا أنا قمت باستدعاء أو بتعريف المتغير جي في هذه القطعة البرمجية إذن أي مكان يمكنني التعامل مع هذا الجي لن يحدث هناك أي خلل سواء استعملته في المنطقة الداخلية أو سواء استخدمته في نفس القطعة البرمجية التي قمت بالتعريف فيها أيضا سأقوم هنا بتعريف بربورتي جديدة من النوع string فسأقول private static string k تساوي وهنا في الداخل سأقوم أيضا بأخذ هذه القيمة وقيمة k الجديدة ستكون هي قيمة i الموجودة وأيضا سأقوم بأخذ هذه الجملة وطباعتها هنا لاحظوا أيضا أنه سيضطين نفس النتجة النهائية الشيء الذي نريده استخدامه أو التوضيح هنا أنه في حال قمت بتعريف method على مستوى اللي class يعني مثلا هنا قمت بتعريف وقمت بإسناد قيمة k تساوي 10 مثلا وهنا قمت باستدعاء الهيلبر method وقمت بتنفيذ المشروع لاحظوا أنه قام بأخذ طبعا القيمة النهائية هي 10 لاحظوا أن ماذا حدث هنا لأن المتغير k هو على مستوى اللي class فهو يمكنني إدراج أو إسناده أو استخدامه في أي منطقة داخل هذا اللي class هنا أنا قمت باستخدامه بمثل لكي أقوم بالتعديل عالي أيضا في جملة التكرار for سأقوم هنا بتعريف أو بوضع جملة شرطية سأقول if إذا كان قيمة i تساوي 9 يعني آخر قيمة لها قم بتعريف متغير جديد اسمه أنا هنا قمت بتعريف متغير جديد وبعدها مباشرة سأقوم بطباعة هذا المتغير إذن سأأخذ هذه الجملة أنا موجود هنا سأأخذها لاحظوا أيضا أنه أعطاني هنا خطأ أن هذا المتغير هو غير موجود لماذا؟ لأنني قمت بتعريفه في code block داخلي يعني بمعنى أن هذا المتغير عندما يصل إلى هذا الcode block الموجود هنا سينتهي أو سيختفي من الذاكرة ففعليا لا يمكنني استخدامه في هذا البرنامج أو بعد الأقواس القطاع البرمجية معرفة أن هناك نطاقات لكل المتغيرات وليس فقط المتغيرات أيضا الـ object references فنحن مثلا عندما نقوم باستنساخ مجسم أو object من class أيضا هذا ينطبق عليه كل ما قمنا بتطبيقه في هذا الدرس هذا بشكل سريع كان ملخص لمفهوم النطاقات ومفهوم سكوب ونراكم إن شاء الله في درس قادم قريبا السلام عليكم شكر خاص للمطورين الرائعين الذين دعموا منصة تطورني من خلال تطبيقها لهذا الشهر التالي أسماؤهم عبدالله الزهراني إبراهيم المصري سامح أحمد زياد طارق مجد مصالحة سالم الخالدي إذا أردت إظهار اسمك في القائمة يمكنك دعم منصة من متجر تطبيق طورني